اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في طريقها انها تفتقد للتعدد والتعددية في القنوات الخاصة وقنوات الفضائية انها تقدر تتفرج على الدوري وتقدر تشاهد الدوري المصري اللي في طريقه للحصرية لقناة عربية او لقناة مصرية واحدة فقط يعني هننقش كل ده وحنشوف قرارات لجنة الاندية دي ملزمة بالفعل ولا لا بتأكيد دكتور كرم عنده خلفيات كبيرة وخبرات كبيرة جدا حيادة يرد علينا في تسألاتنا النهاردة الموضوعات اللي تم منقشتها مبارح فيما يخص العرض المقدم من السادة العصام الأمير رئيس مجلس ومناء اتحاد ازاع وتلفزيون والسادة الأستاذ علاء الكحكي أمين عام اللجنة المقاطة لدارد غرفة صناعة الاعلام المرئي والمسموع بشأن عرض شراء جميع حقوق البس الفضائي لكل الاندية بالدوري المصري لمدة خمس سنوات على أن تكون خيمة الدوري السنة الواحدة مئة مليون جنيه على أن يكون البيع جماعي وذلك من خلال اتحاد الإزاع وتلفزيون القرار تم رفض هذا العرض شكلا وموضوعا لعدم مناسبة العرض للقيمة الحالية للدوري المصري البند التاني فيما يخص موقف لجنة الاندية هقطعك بس عشان تفاضل الموضوع مهم جدا هو موضوع البس على فكرة أو المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي خلينا نكون واضحين ومقتنعين أن السببها هو التلفزيون المصري تمام ما أنا كنت عايزة أقوله عدم وجود تمويل لأن حدك عندك رأي في لجنة الاندية وشايف أن لجنة الاندية برضو قراراتها ملزمة ولا لأ ما نقدرش نقول قرارات فيش حاجة اسمها قرارات لجنة إحدى اللي جاء نتحاد الكرة ما عليها غير أن تصدر توصيات ثم مجلس إصدارة اتحاد الكرة هو اللي يزل القرارات فلجنة اللجنة ما احترامنا كامل لها دي توصيات توصيات اه توصياتها بقى قوية توصياتها فعالة اتحاد الكرة هياخب بيها مش هياخب بيها اتحاد الكرة بيخاف من الاندية ولكن تصريحي مصر المتحدة من صور رئيس اللجنة رئيس لجنة الاندية بيقول أنه يعني من صميم اختصاصات لجنة الاندية هو اتخاذ القرار في الموضوع البس معلش تما هوا لجنة الاندية ما اجتمعت في أول الدولة وإيه اللي حصل ما مختلف ستة اندية راحوا مع الاهلي واثناشر نادي راحوا مع الزمالك ومشكلة البيع الجماعي وبعدين هو مش لجنة الاندية دي هي اللي راحت باعت للقناة اللي وقفت الماتشاط بعد كده طيب فين الرؤية يعني انت عايزني ان انا اخلي ايدي اخلي الجماهير والمباريات كلها مفيش حد رابط الموضوع ومفيش حد واثق ان الناس هتشوف المباريات مش ممكن لازم يبقى في حل يعني هالقرارات اللي وصلوا ليها دكتور يعني القرارات مميزة جدا ولو تم تطبيقها اعتقد هيبقى مفيش مشكلة يعني البيع بشكل جماعي الفترة اللي جاية مفيش حصرية بس النادي الاهلي ما حضرش يعني انت بتتكلم على ماشي النادي الاهلي ما حضرش الاجتماع والنادي الاهلي ما وفقش على الكلام ده والنادي الاهلي للأسف الشديد بقى بيرجع في كلامه النادي الاهلي اللي هو كان دايما يسمي نفسه نادي المبادئ لا هو لما جيت زناء وبين احنا في شهر دلوقتي موسر منتقالات وطبعا النادي الاهلي الدور السنة دي ما جابش لعيبة والنتائجه سيئة والجماهير هيجة وما خدش فلوس من البس الفضائي تلفزيون ما دفعش قنوات ما دفعتش وبالتالي اصبح مكشوف فلازم ان هو يبتدي يعمل تعاقب فباع الستة اندية تانين واسابهم علشان مصلحته دلوقتي انهم احتاج فلوس عشان يجيب لعيبة عشان يواجه الجماهير يعني هنا انت ممكن تلوم ادارة النادي الاهلي وفي نفس الوقت ممكن تلتمس لها العزر لكن في النهاية ان الدولة مش مساعدة التلفزيون انت عاوز تحافظ على الكورة على دور الدولة في ده دكتور بقى انت عاوز تحافظ على الكورة لازم تسند التلفزيون المصري لان لازم الناس تبقى متأكدة ان هي هتشوف الكورة وذا كانت الشركة اللي اشترت الدوري بشكل حصري هي راعية للتلفزيون المصري احنا معانا على التليفون الصديق العزيز المهندس فرج عامر